بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون إلى يوم الدين مرحبا بكم في شرح أحكام تلوى والترسيل برواية ورش عن نافع اليوم إن شاء الله سنشرح حكم آخر من هذه الأحكام ألا وهي أحكام تغليض اللام الأصل في اللام هو الترقيق لكن لامة ورش تغلض وترقق لأسباب وشروط وغدين تعرفوا على هات الشروط إذن الشرط الأول هو في اللام نفسها وهو أن تكون اللام مفتوحة أولا الشرط الأول أن تكون هاد اللام مفتوحة ثم أن تقع بعد حرف من الحروف اللي غنذكرها الآن مباشرة واللي هي الشرط الثاني في الحروف الثالثة اللي هي حروف الإطباق الصد والطا والضاء وأن يكون أحد الحروف الثالثة اللي ذكرنا قبل اللام مباشرة تكون هاد الحروف اللي هي حروف الإطباق الصد والطا والضاء قبل اللام مباشرة ثم أن تكون هذه الحروف مفتوحة وساكنة إذن الحالات اللي كيغلد ورش فيها اللام واللي كيقرأها ورش وهي أن تكون مفتوحة وأيضا إذا وقعت بعد صاد أو طاء أو ضاء سواء كانت اللام مخففة أو مشددة أو متوسطة أو متطرفة بشرط أن تكون هذه الأحرف أو هذه الحروف الثالثة مفتوحة أو ساكنة ومتصلة بهذه الحروف اللام خاصة تكون متصلة أولا بهذه الحروف وتكون هذه الحروف مفتوحة أو ساكنة في هذه الحالة كيغلد ورش اللام وغدا نعطوه الأمثلة الآن في حرف الصاد أولا الصلاة فصلى تصلى حرف الض ظلم ظلام ظلام أظلم أظلم ثم حرف الض الطلاق والمطلقات مطلعي الملاحظة اللي خطكم نتابهوا لها هي أنه لا يجوز عند تغليد اللام وهذه يرى كتكون بزاف خاصة أثناء المشافة أثناء نطق اللام وبعدها كيجي واحد الحرف كل شيء كيغلط الحرف ليه كيجي مورا إذن الملاحظة لا يجوز عند تغليد اللام تغليد المستفيل خاصة إلاج أمورها حرف مستفيل حرف اللام ويكون هاد الحرف مستفيل كما في ضللنا ما كان قرأوا شى ضللنا ضللنا ظلامة هاد الميم وهاد اللام يجوز عندهم يترققوا عندنا جوج لامات هنا اللولا غادين نفخموها أو غادين غلضوها حيث قبل منها جاء حرف الض ونفس الشيء في الظلامة هنا الض جاءت قبل اللام وهاد اللام خصنا نغلضوها لكن الميم نرققوه لأنه حرف مستفيل في الحصص المقبلة إن شاء الله غادين نتعرفو على الأوجوه ديال الترقيق والتغليد اللام عنده وارش إن شاء الله ونتمنى أن القاعدة فهمتوها ونتلقوا إن شاء الله حكم آخر من أحكام التلاوة والترسيل ورزقكم الله الثبات والإتقان ترجمة نانسي قنقر